شارك وزير الاستثمار وتجارة الخارجية حسن الخطيب في الاجتماع الشهري لسفراء دول أسيا والمحيط الهادي في مصر أكد الوزير خلال هذا الاجتماع على اهتمام مصر بتعزيز الشراكة والتعاون مع دول أسيا والاستفادة من الخبرات الأسيوية المتقدمة في كافة المجالات وأضاف الخطيب أن مصر تسعى إلى توطين وتعميق الصناعة والتصنيع المحلي ورفع معدلات الانتاج وزيادة الصادرات وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي أكد الوزير أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها كقوة رائدة عالميا في انتاج وتصدير الهايدروجين الأخضر وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للهايدروجين منخفض الكربون